ونركز مع بعض في الأخبار اللي جاية دي أخبار مش هتسمحها وما سمعتهاش في أي حتة فيها تفاصيل مهمة جداً بدايةً عندي كلام مهم جداً على منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بس في البداية النهاردة انتشرت صورة ليه تي شيرت النادي الأهلي قلبية السوشيال ميديا لدرجة حتى أن فيه مواقع رياضية كبيرة جداً ومنصات كبيرة جداً خادت الصورة وعتمدتها وكأنها هو ده تي شيرت النادي الأهلي في بطولة فيفا انتر كونتيننتل لما الأهلي سفر قطر يلعب 14 وبإذن الله نكسب ونلعب كمان 18 أمام ريال مدريد على استاد لوسيل صورة المنتشرة الخاصة بي تي شيرت الأهلي صورة غير صحيحة ليس هناك أي زي رسمي أو تي شيرت رسمي حتى الآن للنادي الأهلي مع الاتحاد الدولي في بطولة فيفا المقبلة سواء في منديال الأندية أو حتى في بطولة فيفا انتر كونتيننتل طبعا الناس متلغبطة عندنا أحداث علامة كبيرة فكل واحد بيحاول على قدر الإمكان في السوشيال ميديا يعمل ديزاين فالناس بتاخد الديزاين ده بتفتكره هو ده الصورة الرسمية والناس بتعتمد من نفسها لكن احنا سألنا عشان نجيب لكم المعلومة المؤكدة وبالتأكيد عبر شاشة الأهلي مش عنقول إلا المعلومة الموثقة تي شيرت الأهلي في البطولة الغاية دلوقتي لسه أصلا ما تمش الاتفاق عليه الناس تقولي هو الفيفا ليه علاقة بالزي؟ طبعا لازم تبعث الزي الرسمي بتاعك للفيفا وبيتم الاتفاق والاعتماد عليه في البطولات الدولية ده أمر وأمور تنظمية معروفة ولكن اللي انتشره نرضى على السوشيال ميديا أمر غير صحيح والناس بس يا نفسها تشوف حاجات علامية للأهلي بس طبعا خلينا في الأمور الرسمية اللي حصل نرضى على السوشيال ميديا ده أمر غير صحيح وبالتالي هو البعض بيحاول يعمل ديزاين معين ولكن الكلام ده أصلا غير سليم وغير صحيح وبالتالي محدش يعتمد عليه عن أنه تشيرت الأهلي الأساسي سوى في منديال الأندية أو حتى في بطولة فيفا انتر كونتيننتل طيب الحاجة الثانية منديال الأندية احنا قلنا الحلقة اللي فاتت في نهاية الأسبوع القرعة بإذن الله مبدئيا معاد 5 ديسمبر هتتعمل في القرعة البطولة ونشوف وقتها مواجهات الأهلي وقولت لكم حتى الانطلاق ممكن تكون مع فريق عالمي لو قالت لها تصنيف أول أو حتى تصنيف تاني دي البدايات وممكن يكون فيه مسؤول من الأهلي حاضر القرعة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر طب الكاس نفسها اللي اتحار الدولة دلوقتي بيستعد لها عشان يعمل جولة لكل الأندية والدول اللي هتشارك أنديتها في البطولة هتيجي مصر إمتى خدوا مني المعاد المؤكد اللي هيعلم في الفترة اللي جاية كأس العالم للأندية اللي هينظم في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون في مصر في الفترة من 14 ل 17 فبراير 20-25 يمكن أنا أريد بعض المواقع كتبت نوفمبر اللي احنا فيه كلام دا مش حقيقي فبراير 20-25 فبراير المقبل مع بداية العام المقبل هيبقى فيه جولة سيحية في مصر في الفترة من 14 ل 17 فبراير وأكيد هيكون فيه استعداد كبير جدا سواء للقرعة أو حتى لزيارة كأس البطولة إلى مصر على شرف واسم ومكانة الأهلي كمشارك في هذه البطولة وأكيد هيكون فيه جولة في المغرب مع الوداد مع الترجي في تونس مع سانداونز في جنوب إفريق ترجمة نانسي قنقر